اشتركوا في القناة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية الشريفة نزلت في يوم الغدير اليوم الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يعلن للمسلمين خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأن يأخذ البيعة منهم على ذلك فبايعوه في ثلاثة أيام في الجحفة حين رجوعه من حجة الوداع والجحفة تقع في منتصف الطريق بين مكة والمدينة وكان الذين مع الرسول عشرة آلاف من أهل المدينة وعشرة آلاف من أهل مكة هؤلاء جاءوا مشايعين للرسول صلى الله عليه وآله إلى الجحفة فأرادوا الرجوع من الجحفة إلى مكة وكان معهم يعني مع أهل المدينة ومع أهل مكة آلاف مؤلفة من الناس من الطوائف الأخرى من الأقوام يعني من الناس الذين هم من قبائل ومدن أخرى غير قبائل مكة والمدينة فأخذ البيعة منهم فنزلت هذه الآية الشريفة وعيد الغدير هو عيد الله الأكبر لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما أمر الرسول صلى الله عليه وآله بأخذ البيعة لأمير المؤمنين في الغدير أنزل هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني هذه القضية إذا لم تكن فلم يبلغ الرسول رسالة ربه وإنما الثلاثة وعشرين سنة الماضية هذه كانت كالعدم لولا أخذ البيعة في يوم الغدير والسبب في ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل على التنزيل وأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام قاتل على التأويل كما في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله جاء بالإسلام وبيّن الإسلام خلال ثلاثة وعشرين عاما ودخل الناس في دين الله أفواج لكن هذا الدين كان جديدا والناس كانوا حديث عهد بالإسلام وانحرافهم عن الإسلام كان واردا ولولا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد الرسول قاتل المنافقين والظالين لولا ذلك لحرف بن أمية وغيرهم الإسلام لماذا؟ لأننا إذا لاحظنا اليهودية والنصرانية نجد أنه ما كان بالأساس دين الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي أنزل التوراة على موسى وأمر بني إسرائيل باتباع شريعة موسى والله سبحانه وتعالى أنزل الإنجيل على عيسى وأمر الناس باتباع عيسى لكن بعد موسى وبعد عيسى هناك ناس حوّدوا اليهود يعني حرفوا الدين الذي أنزله الله على موسى ونصروا النصارى يعني حرفوا الدين الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام والرسول محمد صلى الله عليه وآله حينما جاء بالإسلام بأمر من الله سبحانه وتعالى فالحكام الذين جاءوا من بعد الرسول كبني أمية وبني العباس هؤلاء كانت قدرتهم على تحريف الإسلام أكثر وأكبر من قدرة من هود اليهود ومن نصر النصارى لأنهم كانوا يمتلكون السلطة ويمتلكون المال ويمتلكون جيشا من الوضاعين الذين يضعون الأحاديث الكاذبة حسب أهواء الحكام الجائرين فلولا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر خلافة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ولولا أن الرسول صلى الله عليه وآله بلغ ما أنزله الله عليه لكانوا يتمكنون من تحريف الإسلام أكثر من تحريف اليهودية والنصرانية لكن الله سبحانه وتعالى حيث أراد للإسلام أن يكون خاتم الشرائع وهذا الإسلام يصل إلى جميع الناس من بعد النبي صلى الله عليه وآله فقدر أن تكون الخلافة لعلي عليه الصلاة والسلام ليكون أميرا للمؤمنين ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء تمكنوا من حفظ الدين قاتل الرسول على التنزيل وقاتل أمير المؤمنين على التأويل ولذا وصل الإسلام للأجيال اللاحقة بشكل صحيح نعم هناك تحريفات وهناك مذاهب وهناك آراء فاسدة كما نعلم أن الفرق الإسلامية كثيرة وكثير منها في الأصول والفروع فيها انحرافات كثيرة لكن الإسلام الصحيح بقي فالحجة تهم وحتى الذين انحرفوا ما فعله أمير المؤمنين ولا أئمة من بعده قلل من درجة الانحراف يعني الآن المذهب الفاسد المنحرف من المذاهب الإسلامية التي انقسمت إلى 73 فرقة اللي فرقة ناجية واحدة فقط فيها بعض هذه الفراق فيها درجات انحراف مختلفة يعني نفرض مثلاً 40% 50% 60% 20% لو لا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولولا يوم الغدير لكان درجة الانحراف تكون إلى 100% شوف النصرانية الذي نزل على عيسى هو التوحيد الخالص لكن ترى النصارى يعتقدون بالتثليث ويقولون إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى وكذلك في الشريعة انحرفوا أي انحراف لكن نجد المسلمين أولاً الدين الصحيح وصل عن طريق الفرقة الناجية وثانياً حتى الذين انحرافوا درجة انحرافهم لو لا أمير المؤمنين والأئمة من بعده لكانت هذه الدرجة كبيرة جداً أكبر يعني أضعاف مضاعفة من هذا الذي تحقق لأن هؤلاء السلاطين الجائرين كانوا يخافون على كرسيهم من سيرة أمير المؤمنين ومن نفس أمير المؤمنين ومن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وما بينوه من أحكام فالذي وصل الإسلام الصحيح كاملاً وأيضاً الذين انحرافوا درجة انحرافهم لو لا أمير المؤمنين لكانت تكون أكثر فلذلك يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إلا أن الرسالة كانت تنتهي أصلاً كما انتهت رسالة موسى وانتهت رسالة عيسى بتهويد اليهود وتنصير النصارى فإذن الغدير موقع مفصلي في تاريخ الإسلام وهو الذي حفظ الإسلام حينما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وآله بإعلان خلافة علي بن أبي طالب وإعلانه أميراً للمؤمنين وأخذ البيع منه ليس فقط إعلان أنه أمير للمؤمنين وأنه خليفة رسول رب العالمين وإنما أخذ البيع وإلا الرسول صلى الله عليه وآله كان قد أعلن خلافة أمير المؤمنين في مكة في حينما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين وفي مواطن أخرى كثيرة بينه لكن أخذ البيع كان في غدير خم وهنا الأمر المفصلي في هذه القضية ولذا كان الغدير عيد الله الأكبر لأن عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة الذي هو عيد أيضاً هذه أعياد المسلمين لكن أهمها والموقع المفصلي في عيد الغدير ففي البداية نبارك لكم هذا العيد وثم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن ننتهج النهج الذي أراده الرسول وبينه في يوم الغدير هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين